دكتورة إيمان آآ حقول لك زمان تبتقول جي وقت التسجيل حظر كده حقول لك لأ حاجة تانية يشاق المولى سبحانه وتعالى القاتي أنا عارف إحنا أجهدناك لأ دكتورة إيمان دي يشاق المولى حكيت إنه العطاء أول مبارح آآ بتكلمني وأنا قاعد معها فلقيت معها حد موجود من أحد البنوخ في مصر نعم وهذا البنك جاي يبقى راعي لأقول إيه للمؤتمر علمي في الكلية فقلت لها بنتي بسهلزي تعملو طغطية إعلامية قلت لها تسمح ما نعرفش قلت لها خليك قعدة وروح تنكلم بعض الشخصات الصحفية نعم عن الموضوع البنت قلت لها قلت لها مش عارف أشكو حراك إزاي أنا ما كلمت الصحفين دول بقلت لهم عن طرف الدكتور سامي وعندنا مؤتمر وينت غطوه وجدت منهم استجابة ده حركة نرجحتنا المؤتمر قبل ما يبدأ قلت لها بنتي انتو جيل دهوقتي اللي هو وعد على الكرسي ويتقول للمسهولية شغلتنا احنا كجيل خرج من الكرسي انه يفضل ايه ها يساند ايو عشان كده بتقول فعركة مسكت مصطفى طول ما انت بتدي من قلبك وبتبقى عاشق المكان اللي انت بتعمل فيه هتبدأ بس بس طيب انا عاوزك تكلمنا بقى عن الجوائز والمؤلفات العلمية والإعلامية اللي انت قدمتها اه حقول لك كبير مصطفى هل انت تشبعت بالتكريمات اللي انت تكرمتها ولا كان لسه ممكن تكرم اكتر من كيف لا 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 بأمانة انا بكلمك لا كبير مصطفى لا 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 عايز اقولك حاجة والله يحاسبني على معقول نعم انا كرمت باكبر مما استحق طيب اهم الاصدارات بتاعتك كان الاخر حاجة ايه يا دكتور سامي اه هقول لك حكا بمصطفى انا نسيت الاصدارات لسبب مش هتصدق لاني لم قعد اعتمد على اصداراتي هقول لك ويمكن تسأل زميلي في الجامعة نعم انا الوحيد الذي لا يقرر على طلابه كتاب خالص بقول لهم الامتحان مما اقوله الان في المحاضرات الكتب موجودة لكن مش هي الاساس فانا بالنسبالي معني جدا هقول لك اليوميندون انا مجهول لحقيقة بحاجة بطور فيها اوي وهي مهارات العرض ومهارات الاتصال اه هو دي ايه دي ايه دي بصور ليا كمان يا كباتي اه لانه الحقيقة كمان كان حصل يمكن كان حظنا وحش انها كانت في اعقاب في ايام قزمة الكورونا وكان يفترض انه رايمن رئيس الجمهورية كله كان من الدارة بقى ساعتها ايه بقى زبط فكان المفروض انها عايز اقول انه كرم من رئيس الجمهورية لكن بسبب الكورونا والكلام ده ما حصلش اه احتزالية على الهواء يعني دي 2019 2019 2019 2020 واعتقد يمكن ده كان اول ارجو انه ماكنش يعني اقول اكون ذاكرتي غلط اعتقد ان ده اول مرة يمنح استاذ في الاعلام جهز دولة تقديرين طيب هل الموزيع ممكن اشتغل بدون تدريب؟ مش هيبقى موزيع طيب انا مسألك وده السنة دي عوز ورد السريع مش عارف هيبقى ايه؟ ايدي عبرت خلال مش هيبقى موزيع عارف هيبقى ايه؟ طيب حيبقى عبارة عن يعني كائن فضيع طيب شروط الشغل على الهواء ايه شروط؟ واحد احترام المشاهد بالمعلومة المدققة نعم والاداء بدون مبلغة سواء سلبا او ايجابا هل لازم الموزيع يكون خارج اعلام؟ ليس بالضرورة ليس ولكن من المؤكد انه دربة 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 وسائل الاعلام بقى اللي هي والاتصال المختلفة بقى دلوقتي بقى كترت اوي ازاي تم السيطرة عليها او ننظمها بمعنى صح هل ده صعب؟ نعم صعب جدا ولكن اذا فعلت كما تفعل الدول الكبرى ولازم نعترف بهذا كابتنصف اوعى تفتكر ان في دولة ليس لديها كتائب اعلامية مدربة ومنظمة ليه على سوشيال ميديا طبعا يا فاندن لسبب طبعا لانه عايز اقول ايه الدربات على السوشيال ميديا موجعة وسريعة التأثير اكتر من وسائل العام التقليدي فمحتاج يا فاندن ردة فاع زي الباك الباك لو ما عندوش ردة فاع ناحية المهاجم بيحصل في ايه يا فاندن بيعدم خلاص بقى انت كنت ببهدل بيبقى نفق بس ضبط كده فهي كده فاندن هل ممكن يتراجع دور التلفزيون بعد ما تراجعت بعض الصحف والمجلات لا توجد وسيلة تقتل وسيلة ولكن كل وسيلة تفرض على هذه الوسيلة ان تطور من نفسها طب بعض الناس عندنا او مفهوم بعض الناس ان بيتم الخلط بين الاعلان والاعلام يس طبعا طبعا الخلط والخلط غاوى والخلط بينهما خطأ كبير الاعلان شيء واضح مدفوع الثمن له مقابل ولابد ان يحقق عائدا رابحا ماديا اما الاعلام ارباحه ان تكسب الرأي العام ايهما اكثر تأثيرا على المجتمع الاعلان ولا الاعلام كالالباس شمك managed عم ت Kirkч column هو التسويق بادوات مختلفة اوه الني منه الاعلان الني منه العلاقات العامة الني منه الترويج الني منه السجر الني منه منه فما في شك لانه اكثر جاذبية يا كابتل مصطفى الاعلان الرياضي هو سبب فيه التوتر الاجواء اللي متوجودة في المجتمع المصري أوnow комна subscribe قولا واحدا لي audition لو ان المزاج المصري فيه نوع من التعكير سببه الإعلام الرياضي إعلام الرياضي لهم على فكرة رقم واحد يا كابتنى مصطفى لسبب القرى مزاج الشعوب والرياضة مزاج الشعوب لو رفعت مزاجه العام انتاج ييته تزيد لكن لو عكرت مزاجه هل الإعلام سبب التعصب على السحر يضيه؟ قولا واحدا قول يا كابتنى مصطفى مئة يا فندم ده فيه بعد ساعات معلق غصبا عنه في رنت صوته ببنج حيزه عارف من ايه كابتنى مصطفى؟ من ضدت فعله على هجمة النادي اللي بيشجعه أو لو الهجمة على النادي اللي بيشجعه انت مش ملاحظ الفترة الأخيرة ان مش في مصر بس ده على مصطفى العالم كله ان معظم نجوم كرة القدم دخلوا فيه الإعلان هل ده مباشر؟ طبعا يا فندم مصطفى كابتنى مصطفى لبيروج للمنتج طبعا يا فندم عايز أقول استخدام المشاهير ده حاجة من زمان ولكن قيمتها زادت ولكن هنا كتنى مصطفى فيه شرط هو ايه؟ أحيانا النجم ده بيفقد مصداقيته لو انت خليته يعمل حاجتين عكس بعض نعم يعني معنى ايه؟ هل ينفع كتنى مصطفى تطلع نجم فيه مشروع عقاري أقل وحدة فيه بكذا مليون وطلعه هو نفسه اللي بيجمع تبرعاته؟ ده حتى للمنظر بتاع المشاتب مدلش ما تجيش المصداقية طيب انت شايف كرة مصرية فينا دكتور سامي والله خايف أكون برد رد مؤلم لا ده احنا حقيقة مع المشاهد عشان مشاهد يصدقنا حقولها بطريقتي لما بتفرج علاماتش في الدور الإنجليزي أو الدور الأسباني أو الدور الألماني أنا تسعين دقيقة بشوفي اتنين وعشرين حسان مصنوعين كما لو كانوا آها كما لو كانوا إنسان آلي لما بقلب على الإقاع بتاع الكرة المصرية خايف أقول والله القرة خايف ده أقل ما أقول لا لا أقول خرجت ولم تعد حتى الآن السبب لأن الاحتراف المنظومة المنظومة قولة يا كابت المصطفى ترجع تاني يا كابت المصطفى أقولك على لعيب كان جاي مرة من أوروبا جاي مصر وكان نخلص قاعدته ونراجع مصر يعني معرفش حاصلي فقومش في الشارع كنا بريس لقيت هذا اللعيب اللي بعد كده قاعد في البيت قاعد في أحد القهاوي والله العظيم لمدة ساعتين أنا شافه بشرب شيشة ثقافة يا دكتور ثقافة إزاي كابت المصطفى هو في لعيب برك يقولك يخرج تعش برك لأنه مكتب له أكل معينة كابت المصطفى فعايز أقول صناعة الكرة في مصر تحتاج إلى هزة وهزة عنيفة طيب انت شاف أن الإعلان عليش أنت معنا بقى أستاذ في الإعلام والإعلان فلازم أنا نستفد منك بكل حاجة انت شاف أن الإعلان بيأثر على الواقع نفسه طيب بيغير سلوكياتك كابت المصطفى كابت المصطفى الإعلان كأحد أدوات التسويق بيغير ألماء كابت المصطفى سألك سؤال فضل هو النهاردة لو بصيت على قصة شعر الجيل بتاع الجيل الجديد أبو 18 16 وانت طالع بانكي ده معينها مش لاقي عليه نابعزين نعملها خلصك نابعينها مش لاقي عليه لكن ده ترند فلأسف الشديد نعم هو ده ترند ده اللي مضيعة هو ده اللي هو الده مش عايزة كلام هو ده ترند مضيعة يا فندم بعد ساعة بشوف حتى أجسام سيدات بيلبسوا لبس ما يلغش حتى مع التكوين يا فندم انت شايف العدم وجود جماهير في ملاعب كورة القدم هل ده من الأسباب اللي مؤثره في الأداء وفي المنظر العام؟ قولاً واحداً نعم ونعم ونعم كابتنى مصطفى في فرق بين عشر التلافي يتفرجوا على ماتش وفرق بين أربعين ألف وفرق بين خمسين ألف وعايز أقولك على حاجة بقى وجود الجماهير في الملعب أحد مؤشرات المتعة وأحد مؤشرات الأمن والاستقرار نفسي احنا بلدنا الحمد لله فيها الأمن وفيها الأمن عشان كده أقولك بالعكل عشان كده أقولك هذا كلام فأنا ده أنا بأدعو من قلبي أن ينفتح سقف عدد المتفرجين في الملاعب لسبب أولاً تقولي حاجة تانية امسكها سيلك من الزاوية من ناحية المعنوية قل لي لما بيزيد لما بيكون في المدرج أو في مدرجات 30 و40 ألف المتفرج قل لي كم مستفيد من هزيز من موجودهم طبعاً من الأول التاكسي يا فهند مش عاوزة كلام لا ده في حاجة تانية يا دكتور سامي أنا بتكلم على أيام ناحنا وبعد الأيام اللي لسه يمكن 2011 دي كانت سبب الخراب علينا وخلا نتكلم بصراحة فماتشات أهل وزمالك كان بيجي الناس من الخليج ومن كل حتة ويك إند عشان يعودوا في مصر عشان فراقوا على الماتش ويرجعوا زي حفلتهم وكلسوم إحنا نسينا ولا إيه؟ صدق والله العظيم أنت ابن حلال مصفي أن لما بتفرج على حفلتهم وكلسوم وابص على التونسي والسعودي والمغربي اللي كان بيجو مخصوص دي قوة مصر طبعاً القوة النعمة القوة النعمة والقوة المحفزة الرياضة الرياضة كابنة مصطفى ليه الدول العربية النهاردة ولا شيء طيب ها؟ إنها بتتسارع وتتسابق إنها تاخد بطولات ومباراة عندي ليه تعنيك دور السعودي شوف كم دولة في العالم دلوقتي بالصبت بمشترية دور السعودي بالصبت كده ويعني طبعاً مع السعودية دول حبيبنا وإخواتنا وكلنا أم واحدة إنما اللي كان بادي الكرة في العالم كله في حفلات أم كلسوم والأهلي وزمالك ومشان دوري عام إيبقى أنت بتتفق معي أن المنظومة الرياضية فشل هاجة إلى إعادة تنزيل فشلة أنا بقول فشلة أنا بقول لك غير محترفة لا أنا بقول لك فشلة يعني مش عارفة حاجة بس مش عارفة تدور دوري عام بطولة بتبدأ بلوايح وتنتهي بلوايح تانية شو كم أنا بقول لك بقى وإحنا بنت طيب إنت راكف في فنة النادي الأهلي بقى نتكلم بقى في الحتة اللي توجع شوية إيه راكفوتي بالنادي الأهلي لفترة دي أنت عارف أن أنا معك ما أعرفش أجذب ما أنا عارف طبعا لا إيش دا النادي الأهلي لا لا عايز أقول لك على حاجة ما بعدش وهنعمل كده ما بعدش وهنعمل كده لا بلاقي نفسي غزبا عنك برجى قاعد كده وخبالك وخايف في أي لحظة ممكن يحصل أي حاجة نعم عشان نكون أمين معك عشان نكون أمين معك يعني ما قدرش أجذب عليك عايز أقول الفعالية كده مصطفى أنت في المرش أيامكم أنت ما كنت تشتعرف الجنة ممكن يجي إمتى نعم في أي لحظة وفي آخر دقيقة وفي أول دقيقة لا لا عايز أقول لك بأمانة أنا لو بتسألني سؤال أمين بقول لك ممم مبقاش مبقى مبقى متوتر سلبيا آه مش متوتر تحفيزيا أيوه مبقى متوتر سلبيا وفي أل إن أنا مبقى متوتر من كتب لا مش موودة التوتر المبهج في التوتر الخائف طيب إحنا قبل ما نخش على التارير الأخير إحنا معانا دكتورة وسام نصر وكيل آه وكيلة الكلية آه كلية ترسلت لأني الإعلام جامعة القاهرة باعتلك رسالة وبعد كده هناخد فاصل وعندي آخر حاجة اللي هي فقرة انتمين ناخد نشوف الدكتورة الأول وبعد كده ناخد فاصل ترجمة نانسي قنقر